روائع التابعين حياة قصة النهاردة قصة ببعتها رسالة لكل أم بقول لها مشروع حياتك وأكبر شيء تقدر تعمليه في عمرك أنك تراب بأولادك والحقيقة أن أنا بقول أن قضية تربية الأولاد يا جماعة اللعب الأكبر 90% على الأقل بيكون يعني على الأم الأب مشغول بلقمة العيش ليل ونهار وبيكدحه داخل في مطحلة الحياة إنما اللي بترب بجد هي الأم الأم مدرسة وإذا أعدتها أعدتها شعبا طيبة الأعراقي ولو استطلضنا في الأمثلة الجميلة اللي نقول عظماء كتير جدا في الإسلام كان وراهم أم وإذا أردت أن تنظر إلى نجاح الرجل فاعلم أن وراءه أم إن فعلا فيه أم وراه هي اللي ربته هي اللي علمته وهي اللي يعني فعلا رضعته المحبة وحب ربنا وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب هذا الدين والبذل والعطاء لهذا الدين قصة النهاردة قصة واحد من أجل لعلماء التابعين اسمه ربيعة الرأي يمكن كتير مننا ما سمقوش عنه ويمكن كتير مننا ما يعرفوش مين هو ربيعة الرأي وفي واحد اسمه ربيعة الرأي ربيعة الرأي ده ده كان شيخ الإمام مالك الإمام مالك اللي كان بيتقال كيف يفتى ومالكم في المدينة كان من دوم لتلاميذ الإمام مالك وإمام أبو حنيفة والإمام السوري والإمام الأوزاعي كل دول كانوا من تلاميذ ربيعة الرأي القصة ابتدت ازاي؟ تعالوا نبدأ القصة بعد ما تصل على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم في سنة 51 هجرية كان أحد الصحابة اسمه الربيع ابن زياد الحارثي كان أمير خرسان وكان هو اللي فتح بلد اسمها سيجستان وهو يعني كان القائد المظفر ربنا أكرم بفتوحات كتير جدا وكان معاه غلامه غلامه ده كان عبد من العبيد اللي كانوا عنده كان اسمه فروخ احفظوا معاه الاسمين دولت يبقى الربيع ابن زياد ده صحابي وده كان أمير خرسان وكان عنده واحد غلام غلام من الغلمان بتوع اسمه فروخ الربيع ابن زياد عزم بعد لما ربنا أكرمه بفتح سيجستان انه هو يعبر نهر اسمه سيحون ليه نهر سيحون مش معنى لأن النهر ده كان من بعده على طول بلاد ما وراء النهر بلاد ما وراء النهر اللي هي كردستان فهو عايز يفتح البلاد ديه ونفسه يرفع راية التوحيد على بلاد ما وراء النهر والبلاد دي هتوصله بعد كده بقى لبلاد الترك وبلاد الصين وبلاد روسيا إلى غير ذلك نفسه يوصل الأماكن ديه بأي طريقة ويرفع راية التوحيد في هذا المكان الربيع اللي هو الصحابي الجليل اللي هو فتح سيجستان وهو أمير خرسان أعدى لعدة وجهز الجيش وظبط الدنيا كله معا الغلام بتاعه اللي هو فروخ وجهز كل حاجة ودخين عشان يفتحوا بلاد ما وراء النهر ربنا أكرمهم وقتلوا واكتهدوا وماشاء الله وبذلوا كل جهدهم وجسمهم بتقطع حتت وبذلوا كل حاجة من أجل رفع راية التوحيد لأن الدين كان غالي في قلوبهم وكان عندهم استعداد يضحوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وكل ما يملكوا من أجل خدمة هذا الدين العظيم انتهت المعركة بنصر مؤذر بفضل الله للمسلمين الموحدين اللي بيحبوا ربنا واللي بيتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم وكان سحيد جدا جدا الربيع بن زياد فرحان قوي بالنصر دوت وكان فرحان أكتر كمان غير النصر كمان كان فرحان بغلامه اللي اسمه فروخ لأنه بذل جهد عظيم جدا في هذه المعركة وبذل جهد غير عادي وتعرض للموت أكتر من مرة كل ده في سبيل نشر راية التوحيد فما كان من الربيع بن زياد أول معبر النهر وربنا أكرمهم بالنصر إلا أنه افتكر افتكر وتأكد وهو عارف ومتيقن أنه وما نصر إلا من عند الله بأول حاجة نعملها أنه احنا نسجد شكرا لله سبحانه وتعالى قام وتوضى وصلى ركعتين والجيش وراء الكل بيصلي صلوا ركعتين شكرا لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك راح الربيع بن زياد لازم حبي يكافئ الغلام بتاعه فروخ قال له تعالى أنت بزلت جهد كبير وعملت إنجاز كبير قوي قوي وقتلت عدد كبير وعرضت نفسك للموت أكتر ممرة مكافئتي ليك يا فروخ أن أنت أصبحت حر لوجه الله أنا عتقتك خلاص ما بقيتش عبد أنت بقيت دلوقتي إنسان حر وفوق ده كله خد كمية غنايم قد كده وخد كمان جزء من نصيبي أنا كقائد للمعاركة خد جزء من النصيب بتاعي فروخ فرح فرح شديد جدا جدا لكن بعد فترة حزن حزني جامد قوي هو كان معه غنايم وأصبح الآن حر ما بقاش عبد لكن حزن لإني ما مرتش فترة بسيطة جدا بعد تحقيق الحلم الجميل دوت وإن هم عبروا بلاد ما وراء النهر ونشروا راية التوحيد في البلاد الكبيرة ديت بلاد روسيا وبلاد تركيا وبلاد الصين وما شاء الله وصلوا إلى أقطار الصين لكن مرت فترة بسيطة ومات الربيع بن زياد رضي الله عنه وأرضاه وبعد كده بدأ فروخ يفكر يعمل إيه قال أرجع إلى المدينة المنورة لأنه أصلا كان من المدينة المنورة رجع هو فرحان قوي بحاجات كتير قوي أولا أصبح حر ما بقاش عبد ثالث حاجة كان معه غنايم كتيرة ثالث حاجة وديك أهم حاجة أن معه بشريات ومعه ذكريات جميلة جدا عن الانتصار الجميل ورفع راية التوحيد في هذه البلاد التي كانت كافرة وأصبحت مسلمة فكان جاي سعيد جدا جدا لزل المدينة المنورة وبعد ما نزل كان سنه قرب من سن التلاتين سنة فقال خلاص يعني أفكر بقى في أننا يعني ربنا يكرمني وأكمل بقى نص ديني زي ما بيقولوا وأتجوز وأشتري بيت وأعيش بقى حياتي زي أي إنسان عايش حياة إيمانية جميلة زوج وزوجة وأولاد والكل بيعبد ربنا والكل بيتعرب بنا ونطلب العلم وندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونقضي بقى رسالتنا الجميلة اللي احنا عايشين من أجلها كنتم خيرة أمتي الأخرجة للناس بدأ يبص ويبحث ويسأل الناس عن أفضل بنت متدينة في المدينة حد ما ربنا أكرمه بزوجة عقلة متدينة إنسانة من أسرة كريمة وزات حسب ونسب ويجاوزها وربنا أكرمه واشترى دار وعاشوا فيها والزوجة أصبحت حامل لكن كان في مشكلة عند فروخ إن كل ما يروح ويرجع ويروح يصلي في المسجد ويقابل الناس ويسمع الخطباء في يوم الجمعة الكل عمال يتكلم عن الانتصارات الجميلة للمسلمين في كل مكان وانتصارات صاحقة في بلاد مش عارف إيه وبلد ما وراء النهر وبلد وبلد فحنينه للجهاد رجع مرة تانية وقال لازم أرجع مرة تانية عشان أجاهد وبدأ يكلم زوجته ويقول لها أنا محتاج أن أروح أجاهد مرة تانية فإذا بها تكلمه وتقول له طب إزاي هتسبني وأنا الآن حامل والجنين ده لما ييجي أقول له فين أبوك وأنا مش ضمنه إذا كنت هترجع أو مش هترجع كأي أم نفسها إنها تعيش مع زوجها وابنها وإن ابنها يستمتع بهود أبوه ويطلع يلاقي الأم والأب ويلاقي حياة إيمانية جميلة فقال لها اطمني إن شاء الله ربنا يكرمني وننتصر وارجع مرة تانية لكن الجهاد بيجري في دمي ونفس أروح وجاهد وانتصر وأبزل جهد كبير لخدمة الإسلام والمسلمين فلما لقيته مصر على أنه لازم يروح يجاهد قال له أسأل الله عز وجل أن يردك إلينا سالما غانما قال لها اطمني أنا هسيب لك 30 ألف دينار أوعك فرط فيهم اصرف منهم على ابنك أو بنتك اللي جايين الله أعلم إذا كان ولد ولا بنت اصرف عليك وعليه أو عليها بالمعروف وخلي الفلوس ديت هتنفعك فيما بعد حفظ على الفلوس ديت لحد ما رجع لك إن شاء الله ودع زوجته ودع الجنين اللي في بطنها وراح يجاهد في سبيل الله سبحانه تعالى ما عدتش شوية شهور إلا وكانت هذه المرأة العاقلة الدينة ولدت وأنجبت غلاما فأول ما أنجبته سمته ربيعة اللي هو ربيعة الرأي اللي احنا بنتكلم عنه سمته ربيعة وقالت دي أمانة وأنا امرأة مؤتمنة والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها فهي مسؤولة عن تربية الطفل ده عملت إيه يا جماعة ماهتمتش فقط إنه يتعلمه بس إحنا محتاجين إن إحنا مش نحفظ ولادنا الكرآن وبس عايزين نربيهم تربية إيمانية عالية ما يبقاش ابن حافظ الكرآن وهو بيجدب وبيغتاب وبيسعى بالنميمة وبيأكل حرام وبيعمل كل الموبقات وابقى فرحان إنه هو حامل الكرآن لأ فرب حامل للكرآن والكرآن ويلعنه إحنا محتاجين إن ربي ولادنا قبل ما نحفظهم لازم نعلمهم يبقى لأصل في الأمور إننا برب ابني على طاعة ربينا وعلى اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم حتة إنه يحفظ أو ما يحفظه مش هي دي القضية ولكن لو حفظ الكرآن فشيء عظيم جدا لكن الأصل قبل الحفظ إنه يعمل بهذا الدين إنه يكون ولد خلوق ومتربي ومتدين وصادق وعنده وفاء وعنده حب للناس ومعندهش حقد ولا حسد ولا غل ولا ضغينة ولا بيسعى بالنميمة بين الناس ولا بيأذن الناس ولا بيعمل أي حاجة وحشة ويكون مترد وبيحترم الكبير ويوقر الكبير ويوقر العالم ويرحم الصغير ونعلمه على الأخلاقات الجميلة اللي إحنا بنفتقدها في أيامنا دي فالأم ديت العظيمة ديت زوجة فروخ لما أنجبت غلام سميته ربيعة ربيعة دوت أول ما ولدته ابتدت تعتني به وتنظر إن الولد ده يكون لله كبر شوية ابتدت تجيب له المحفظين والمربين واهتمت بتربيته قبل حفظه ختم الكرآن وتعلم كتير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم الأداب الإسلامية والسلوكيات الجميلة وتعلم يعني حق الله ويعني حق نصول الله ويعني حق الوالدين ويعني إيه البر ويعني إيه صلة الرحم اتربى تربية عالي قوي قوي وكانت ما تبخلش أبدا على المربيين اللي بيجوا لابنها كانت بتنفق عليهم ببزخ وكانت بتعطيهم جوائز اللي خلي ابني يتعلم كذا في فترة كذا هديره جوائز واللي خلي ابني يتعلم سيرة الرسول على السلام هعمل معاه كذا واللي هيخلي ابني يتعلم الفقه هديره كذا وهكذا الحد ما أصبح ابنها ربيعة ما شاء الله كبر وبقى عالم كبير ما شاء الله من علماء المدينة وهي طول الوقت دو واتعمالة بتترقب زوجي فروخ هيرجع إمتى يا طرح هيرجع السنة دي ولا السنة الجاية ولا اللي بعدها مرت سنوات طويلة حبيبي وصلت السنين دي لتلاتين سنة وزوجها مرجعش ويالت مرجعش وبس لأه ما فيش أي أخبار عنه خالص بالمرة ما بتسمعش أخبار عنه تسمع بعض الناس بيقوله هو وقع أسير في بلاد الروم وتسمع الناس تاني يقوله لا لا ما يعيش أسير ده ما زال حرا طليقا وبيمارس وبيجاهد في سبيل الله ويمارس الجهاد وإحنا شفناه وناس تانيين يقوله لا ده ستشهد في سبيل الله فلما غاب تلاتين سنة فترجح لها إنه أكيد ستشهد لأنه أكيد لو كان عايش مش معقولة جماعة هيسيب زوجته ابنه تلاتين سنة من أغير حتى ما يبعث رسالة أنا موجود وعايش فكان أمر غريب جدا تلاتين سنة وفروخ مجاش وربيع ابنها كبر ما شاء الله وحبت بقى تفرح ديه فرحة مجوزة وقعدت معها في نفس البيت قعد معها في نفس البيت وفضلت تنفق عليه وعلى زوجته وهو ابتدى برضو يشتغل وابتدى يتكسب وفي نفس الوقت حياته كلها مجغول بطلب العلم وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأقبل على حلقات العلم وتعلم على أدين بعض الصحابة وكان من على رأس هؤلاء أنس بن مالك وتعلم على أدين مجموعة كبيرة من التابعين على رأسهم سعيد بن المسيب ومكحول الشامي وسلم بن دينار ثم بعد ذلك أصبح مشهور جدا في المدينة المنورة أنه أصبح حالم المدينة ما شاء الله كالملائك في السماء مطهرين كالملائك في السماء مطهرين ومصبح يعني وصل لمرحلة لا تخطر على قلب بشر أن يتعلم على إيده ناس من خيرة العلماء الأجلاء من علماء التابعين لكن في عز ما هو عايش مع أمه اللي هو ربيع عايش مع أمه ومع زوجته حصل موقف عيبي بيدا في يوم الأيام وبعد تلاتين سنة يعني لما أصبح ربيع عنده تلاتين سنة نزل أبوه المدينة المنورة مرة تانية نزل الشوارع اتغيرت والناس اتغيرت والدنيا اتغيرت مش هي دي الشوارع اللي أنا عرفها والبيوت شكلها اتغير والناس شكلها اتغير وما بقاش شايف حد من اللي كان يعرفهم زمان اللي كانوا عايشين على أيامه فيه منهم اللي مات وفيه منهم اللي سافر ومنهم اللي نقل بيته المكان تاني فمش لقى حد يعرفه وما لافتش نظر الناس لأن الناس في المدينة كانوا متعودين من سنين طويلة مجاهدين راجعين من الجهاد ومجاهدين راحين للجهاد فدخول المجاهدين واخروجهم كان أمر عادي جدا فملافتش نظر حد بيبص فيه شوش الناس أنه يعرف حد مش لاقي طب بيتي فين عمال يدور نفسه يسأل حد على بيته مكسوف يسأل الناس هو مش عارف أصلا إذا كان حد يعرفه ولا مش يعرفه فدل ماشي وعمال يذكر ربنا ويصلى على نبينا صلى الله عليه وسلم وعمال يتذكر 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 وفجأة لقى نفسه قدام بيته أيوة هو ده بيتي هي دي الدار اللي أنا اشترتها من 31 سنة وجوزت فيها السد الفلانية سد الفلانية الإنسانة الفاضلة ديت وطرقتها وهي حامل ومعرفش وهي ولدت أكيد بس ولدت ولد ولا بنته ولدت كبر وعاشه موجود لحد دلوقتي ولا مات ولا إيه بالزبط أنا مش عارف حاجة وفجأة لقى باب البيت مفتوح فدخل من غير ما يخبط قال لقى البيت ده بيته هو مش عارف إيه اللي حصل يعني بالزبط لكن لقى باب الدار مفتوح فدخل وأول ما لقى الباب مفتوح دخل مين اللي شافه ابنه وابنه ما عارفش نوع ده أبوه لأنه أصلا ما شافوش لأنه أبوه سابه وهو جانين في بطن أمه فجأة ابنه اللي هو ربيعة لقى أبوه اللي هو فرخه وما عارفش أنه أبوه داخل ومدجج بالسلاح طبعا جاي من الجهاد معاقس سيف بتاعه والرمح والطرس والسهام وداخل الضار مقتحم الضار من غير ما يستأزم فأول ما شافه راح هاجم عليه أتدخل بيتي يا عدو الله بلا استئزان أتريد أن تنتهك حرومات البيت قال له لست بعدو الله إن هذا بيتي قال له بل هذا بيتي ارتفع صراخهم هم اللي اتنين وعملين بيخبطوا في بعض وجوم الجيران عشان يفضوا اللي زع دوت يهدوا دا شوية ويهدوا دا شوية ومن كتر الصراخ محدش سامع والتاني يقول له دا بيتي وده يقول له لا دا بيتي وفجأة زوجة فروخ اللي هي أم ربيعة اللي هي الست الفاضلة بتبص من الدور التاني فجأة شافت زوجها اللي غاب عنها تلاتين سنة واللي سابها وهي امرأة حامل في الجنين دوت وسب لها تلاتين ألف دينار وهي أنفقت تلاتين ألف دينار عشان ترب ابنها وعشان ابنها يبقى عالم ربينهم في عبيل إسلام والمسلمين شافت زوجها وفرحت مش بيصدق نفسها زوجي رجع بعد تلاتين سنة بيجاهد في سبيل الله وارجع لمرة تانية فرحت مسرخة ونادت على ابنها ربيعة قلت له يا ابنية هذا أبوك فروخ الذي ذهب للجهاد في سبيل الله من تلاتين سنة ولسه راجع دلوقتي تخيل بقى اللحظة المؤثرة دي الولد كان بيدرف أبوه ما يعرفش انه هو أبوه وهو معذور دلقى واحد بيقتحم علي بيته والأب كان بيدرف ابنه اللي كان جاي وهو طول التلاتين سنة عمره ما نسي ابنه وعمال يفتكر يا طرق اللي تولد ولد ولا بنت ويا طرق عايش ولا مات وعمال بيفكر وبيتمنى انه ياخد ابنه في حضنه او بنته في حضنه وفجأة لقى ابنه قدامه اول موقف يدور ما بينهم انهما الاتنين يخبطوا في بعض وما حدش فيه معارف التاني فالأب بص لزوجته قالت له ده ابنك ربيعة اللي انت سبته وهو وجانين في بطني اتولد وكبر وتجوز ابنك يا فروخ ابنك ربيعة وبصت لابنها ربيعة قالت له أبوك ابوك اللي غاب عنك 30 سنة عشان يجاهد في سبيل الله وعشان يرفع راية التوحيد في البلاد اللي في آخر الدنيا خد ابوك بحضنك خد ابوك في حضنك فبص كل واحد فيهم لقى التاني بياخده في حضنه والدموع بتنسال على خدودهم ومحدش فيهم قادر يتمالك نفسه من البكاء والناس اللي حواليهم اللي دخلوا عشان يفضوا النزاع اللي ما بينهم الكل عمال يبكي ومتأثر جدا بالموقف العجيب دوت وخارجوا عشان يسيبوا الأسرة الكريمة يعيشوا مع بعض اللحظات السعيدة لحظات اللقاء الجميلة المؤثرة دي وفجأة بص في الروخ لابن ربيعة قال له انت ابني ابني ربيعة قال له انت ابويا ابويا فروخ ربنا يجزيك عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء تلاتين سنة حارم نفسك من زوجتك ومن ابنك عشان تجاهد في سبيل الله والقب بيقول لزوجته ربنا يجزيك عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء تلاتين سنة صبر على فرائي وقعد عشان تربي ابنك ومرضتش تتجوزي من بعدي رغم ان انت كان بعد خمس سنين من حقك ان انت تتجوز لان في الغالب ممكن اكون موت سبحان الله نزلت ام ربيعة تسلم على جزها وهي في غاية الفرحة السعيدة مش قادرة لكن كان في حاجة مقرقاها وتعباها ومخليها قاعدة مش قادرة تحس برضو بالموقف خايف هل حسن جزها بعد التلاتين سنة يسألها ويقول لها عملت ايه في التلاتين الف دينار اللي انا سبتهم لك صرفتيهم ولا لسه سايباهم حفظت عليهم ولا لأ او هي بتفكر قطع التفكير ده كلام جزها قال لها خدي انا جبتلك اربع تلاف دينار طلعي الفلوس اللي انا شيلها عندك وضمي لها الفلوس ديت علشان نجمع الفلوس دي ونشتري بستان او دار نأجرها ونعيش من الريع بتاعها فقال لها فين الفلوس قالت له انا حطيت الفلوس ديت في الموضع او في المكان الذي يجب ان يوضع فيه ورحت معرضة بالكلام فجأة سموا صوت المؤذن لصلاة المغرب فقالت له اذهب يا فروخ لكي تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخذ ذهب ابنك ربيعة فقام يتوضى وبقاله تلاتين سنة ما دخلش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عشان يصلي وبعد اما صلى صلاة المغرب وجاي ينصرف لقى جموع وحشود من الناس عجيبة واعداد عجيبة جدا باعداد عمره ما شافه في حياته اهلاف البشر كل دولة دخلين المسجد فيه يا جماعة قالوا له فيه درس علم درس علم؟ اه درس علم معالم كبير من علماء المدينة من اكبر علماء المدينة هيدي درس دلوقتي وقعد يسمع الدرس ويسمع المبلغ الشيخ بيقول الكلام فالكلام ما فجنشفيه ميكروفونات على ايامهم فالشيخ بيقول الكلمة واللي قدامه بيبلغ للبعديه واللي بعديه بيبلغ للبعديه وبعد كده الشيخ يبتدي يتكلم مرة تانية فابتدى فاروخ يسمع كلام وبيسمع كلام فيه فقه عالي جدا وفكرة عالي جدا واحد عالم فعلا من علماء الأجلاء وبعدين فجأة راح نقرب من واحد بعد اما الدرس خلص قال له مين اللي كان بيدينا الدرس ده؟ قال له انت متعرفوش انت مش من المدينة؟ قال له اني من المدينة بس وقالي 30 سنة كنت غايب عن المدينة قال له ده سيد من سادات التابعين عالم المدينة وفقيه المدينة عالم من أكبر العلماء وإمام من أكبر الأئمة بيجلس في المجلس بتاعه ويتعلم على أدئه مالك بن أنس وأبو حنيف النعمان ويحيى بن سعيد الأنصاري وسفيان الثوري والإمام الأوزاعي والليف بن سعد وغيرهم كتير وكتير كل دولة من تلميذ هذا العالم قال له العالم تسمو ايه؟ قال له اسمه ربيعة الرأي قال له ربيعة الرأي أول مرة اسمع عن ربيعة الرأي قال له أيوة لأن العلماء اللي في المدينة كلهم لما يبحثوا في مسألة فلا يجدوها في كتاب أو في سنة فكانوا يلجأوا لهذا الرجل فيكتهد برأيه قدر استطاعاته فيطلع لهم بالحكم الفقه اللي هم عايزينه فسموه ربيعة الرأي قال له طب هو ابني مين؟ قال له طب ربيعة ابني فروخ اللي كان ذاهب يجاهد تلاتين سنة في سبيل الله واسمعنا أنه جه مبارح ومعرفش أنه هو بيكلم أبو ربيعة أبو ربيعة اللي هو فروخ فبكى فروخ بكاء شديدا من شدة الفرع ورجع البيت زوجته قبلته قالت له خير ما لك يا فروخ؟ قال لها كل الخير الحمد لله شفت ابني في موضع وفي منصب وفي مكانه عمر ما تخيلت أن ابني يكون في المكانة دي تعرفت أن ابني عالم كبير من علماء المدينة عرفت أنه بيتعلم على إيده مالك ابن أنس اللي بنسمع عنه في كل مكانه وهم يقولون كيف يفتة ومالكه في المدينة أبو حنيفة بيتعلم على إيده يحيى بن سعيد الأنصار سفيان الثوري الأوزعي اللي في بن سعد كل دول بيتعلمه على إيد ابني ابني أنا وصل للمكانة الكبيرة دي فقالت له أيوة ابنك وصل للمكانة الكبيرة دي وأصبح أكبر عالم في المدينة المنورة فقال لها طيب فين الفلوس اللي شلتها عندك علشان نطلعها ونبتدي نكرم ابننا ونشوفها نعمله إيه ونأمن مستقبله إزاي قالت له إيه رأيك المكانة اللي شفت فيها ابنك أحسن ولا التلاتين ألف دينار اللي انت سبتها عندي قال لها لأ طبعا المكانة اللي أنا شفت فيها ابني أغلى من كنوز الدنيا كلها قالت له والله يا فروخ أنفقت كل الفلوس علشان ابنك يكون في المكانة اللي انت شفتها ديت أيهم أفضل قال لها جزاك الله خيرا طابت نفسي باللي انت عملتي ولو أنفقت قديها عشر مرات ما وفت قدره ومكانته ده المكان اللي هو فيها تساوي كنوز الدنيا بل ما توازهاش أصلا كنوز الدنيا وبقى فرحان فرحة لا تخطر على قلبه بشر أنه بعد ما راح حشان يجاهد في سبيل الله ثلاثين سنة محروم من زوجته ومحروم من ابنه رجع وربنا أقر قلبه وصدره بأن يشوف ابنه عالم كبير من علماء المسلمين قديه فرحة الأب وفرحة الأم لما يكون ابنهم عالم من العلماء العاملين مش مجرد عالمه بس وحافظ شوية نصوص وطالع عشان يقول كلمتين وبس وهو لا يعمل بهذا الكلام لأ العالم العامل ولذلك كانت فرحة كبيرة قوي قوي وشوفنا قديه الأم عشان تعرفوا يا نساء المسلمين درسالة أنا بعتبر درس النهار درسالة لكل أم مسلما بقول لها خدي هذه المرأة خضوة ليك شفتي ما قالتش بقى بعد ما زوجها سابها لمدة 3-4 شهور أنا هتفتن في دينه لازم تلحقوني جاوزوني وده مش معناه أنه حرام أنها تتجوز لكن ما بقتش الدنيا كلها في أن أنا أتفتن أو ما تفتنش أو جاوز أو ما جاوزي عيش لدينك خلى عندك هدف خلى عندك هدف بجد عشيره ومن عائشة رضي الله عنه وارضاها جاوزت النبي أو جاوزها النبي على السلام كم سنة يا جماعة تسع سنوات جاوزها وعندها تسع سنين ومات وهي عندها 18 سنة قعدت بعديه 47 سنة مشغولة بقضية واحدة أبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم 47 سنة وهي بيبلغ سنة الحبيب صلى الله عليه وقاله وسلم إخواني وأحبابي وأخوات الفاضلات بالله عليكم نفسنا نعيش لديننا نفسنا نحدد هدف ونعيش عشانه عشان نخدم ديننا ونخدم بلدنا ونخدم ولدنا ونرب أولدنا يا أيها الذين آمنوا قوة أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي هي الصفحة الجميلة دي خلصت ولكن ما زالت الصفحة مفتوحة عشان نتقابل بكرة في صفحة من صفحات التابعين من روائع التابعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى عليه وسحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته